طيب عند تفاصيل متعلقة بمواجهة الاهلي مع بودنر سبورت الليلة الساعة 9 في استاد القاهرة الدولي على فكرة المطش ده مطش صعب جدا وهو حد يتخيل ان مباراة الاهلي المتبقية في الدوري مباراة سهلة كل المباراة صعبة والجد هيبدأ من النهاردة ليه بقى؟ مطش مع فريق رابع الدوري مطش مع فريق هو تاني اقوى خط تدفع في الدوري بعد بيراميدز لدرجة ان تبقى للغة الارقام في جدول الدوري عدد الاهداف اللي مونية بيها مرمى فريق مودرن سبورت اقل من عدد الاهداف اللي دخلت مرمى الاهلي يعني الاهلي دخل مرمى 22 هدف مودرن سبورت دخل مرمى 21 هدف فهنا لازم تخط مليون علامة استفهام وتخط هنا اعتبارات مهمة جدا ان المباراة دفاعيا امام فريق قوي زي مودرن سبورت هتبقى المباراة صعبة بالاضافة لكده بيقود الفريق مدرب ليه تاريخ كبير جدا في مباراة الدوري وليه سوالات وجوالات مع العديد من الاندية ونتيجه معروفة للجميع هو الكابتن طلعت يوسف فهنا المباراة مسهلة بحدش يتخيل المباراة اللي جاية بما فيه مباراة النهاردة مباراة سهلة مباراة صعبة جدا والاهلي هيتعامل مع المباراة دي على انها مباراة كووس وزي ما اكدت لحضراتكم لما تبص كده على جدول الدوري تلاقي مودرن سبورت في المركز الرابع في الدوري دخل مرمى بس 21 هدف برامز دخل مرمى 20 هدف الاهلي دخل مرمى 22 هدف ففريق دفاعيا واقف على رجل كويس جدا فريق كتعادلات وكنتائج إجابية في الدوري لا نتائج إجابية كويس جدا مودرن متعادل في الدوري 11 لقاء كسب احنا بنتكلم على عدد مباراة جيد جدا يعني بنتكلم على 12 مباراة كسب 12 مباراة اتعادل 11 لقاء يعني في 23 مباراة من اصل 29 مباراة مخسرش وده بيدي دلالة انه كمان تبقى للأرقام دي فكرة انك تكسب مودرن سبورت امر مش سهل محتاج شغل كتير محتاج جهد كبير محتاج تركيز اكتر فالمباراة دي انا شايفها ممكن تكون اصعب من مواجهة برامز اللي تلعبت الاسبوع الماضي والقالي كسب 3-2 باللغة الأرقام اللي انا شايفها لا ماتش صعب جدا ماتش مش سهل انت الماتشات اللي جاء كلها كمان هتبقى أصعب هتلعب سيراميكا هتلعب المصري هتلعب البنك الأهلي فالماتشات مش سهلة ماتشات رخمة بلغة الكورة يعني فماتش مودرن سبورت بالأرقام اللي قلتها دي لا لازم تحط في حسبانك ان الماتش ده النهاردة هيبقى صعب جدا محتر تركيز شديد جدا فريق كمان عنده خبرات إفريقية يعني فريق مودرن سبورت وصل لما رحارت الدور للكوارتر فاينال وكان بيلعب الزمالك اللي فاز بالبطولة والماتش ما كانش سهل زمالك في المباراتين دخل في مرمى أهداف فالماتش ما كانش سهل وبالتالي انا شايف انها مباراة صعبة جدا الاهلي حاليا في المركز التاني ستين نقطة من اربعة وعشرين مباراة مودرن سبورت سبعة واربعين نقطة من تسعة وعشرين مباراة وبالتالي نقدر نقول النهاردة المباراة ده مش هتبقى سهلة الاهلي بتفوق هجوميا زي ما استعرضنا الأرقام الدفاعية والخطوط الدفاع في الفرقتين دفاع مودرن أقوى بالأرقام ولكن على مستوى الهجوم لا الاهلي هجوميا أقوى بكتير الاهلي سجل في الدوري حتى الآن سبعة وخمسين هدف أقوى حتى هجوم في الدوري مودرن سبورت 31 هدف فبرضو ده بيديك دلالة أن المباراة هتبقى قوية جدا في التلت الهجومي بتاع النادي الآلي وهو في التلت الدفاعي بتاع فريق مودرن سبورت المكان ده هيبقى فيه منافسة قوية أقوى خط هجوم مع تاني أقوى خط دفاع في الدوري العام فمطش مش هيبقى سهل نتمنى يا رب النادي الآلي يكون موفق في هذا اللقاء يمكن قائمة الفريق هي لا بتعلم بشكل رسمي ولكن طبقا لأنه نشر مباراة والمعلومات اللي عندنا النهاردة هيكون متواجد محمود عبدالله من القهربة في القائمة برستها وعجل القائمة بعد فترة طويلة جدا من الإصابة جهاز الفني فضل أنه عمر كمال عبدالواحد يعني محتاج يريح شوية لسه ما يخشش المباريات ما دخلش لسه أي تأسيمة ومرانجة معي يمكن اكتفى الجهاز الطبي أنه عمر كمال يعني يتمرن في الجيم في اليومين اللي فاته وبالتالي فرصة أنه يكون متواجد النهاردة في القائمة كانت جهاز الفني وقت طبي شايفها صعبة شوال لأن الإصابة أو مش الإصابة يا مش إصابة عضلية المرض اللي تعرضه في يوم مباراة بيراميز وخروجه من المؤسكر تتكلم على نزلة معاوية فأنت بتاخد علاج بتاخد مضادات حيوية أكيد كل ده بيهمد الجسم بنسبة كبيرة فحالة اللاعب بدنيا ممكن ما تكونش مؤهلة لخد لقاء مودرن سبورت زي النهاردة فبالتالي خروج عمر كمال محمود متولي مش موجود في القائمة أحمد عبدالقادر حسب معلوماتنا برضو مش موجود في القائمة هنحاول نطمئن النهاردة لو في معلومات جديدة بشأن عبدالقادر هلأ قدر الله يكون في إصابة حدست في التدريب الأخير بالأمس ولكن النهاردة القائمة بتشهد عودة محمود قهرباء عودة بيرستاو إضافات مهمة جدا في تشكيلة فريق النادي منتقلق بشكل كبير جدا في مركز الزهير الأيصر في النهاردة أكرم توفي في مروان عطية في محمد مجد أفشا في إمام عشور عمر السلية بيواصل غيابه عن المباريات نتيجة الإصابة اللي تعرض لها في عضلة السمانة ويمكن حسب التقارير الواردة بشأن إصابة السلية احنا بنتكلم في فترة ممكن تبعد السلية عن نهاية الموسم أو حتى نهاية الموسم بالنسبة لمباريات الدوري العام لكن كلنا ثقة في كل لعبي النادي الأهلي اللي موجودين النهاردة في التشكيل الأساسي أو موجودين على دكة البودلاء شناوي مصطفى شبير وسام أبو علي كل اللعيبة بلا استثناء إن شاء الله النهاردة ربنا وفاهم في المباراة اللي هتبقى بالتأكيد مباراة صعبة جدا 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 طيب تعالوا بقى نروح لي شكرا جدا جدا انдержحني ا confront شاء الرقم السلوك السلوك المباراة